أهلنا بحضراتكم يثير ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا مخاوف متنامية بشأن تأثر الانتاج الزراعي في الوقت الذي أدت فيه تدعية الأزمة الأوكرانية إلى صعود أسعار الغاز في ظل أزمة إمدادات فاعلية بسبب تقلص صادرات روسيا وأوكرانيا الزراعية مما يدق نقوص الخطر من تفاقم أزمة الغذاء العالمية روسيا أحد أكبر مصادر الأسمدة بمختلف أنواعها أعلنت انخفاض صادراتها في نصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام المواضي في الوقت ذات عبرت عن أملها في إبقاء صادراتها من الأسمدة في 2022 عند مستوى لا يقل عما بلغته في العام الماضي وسط شكوك في التنفيذ مما يؤدي إلى تقلص مساحات الأراضي المزروعة إذ أن الأسمدة إحدى أهم من مدخلات الزراعة في العديد من دول العالم أسعار بعض الأسمدة زادت 300% منذ سبتمبر 2020 وفقا لتقديرات اتحاد مكتب الزراعة الأمريكي وبحسب المفوضية الأوروبية فإن الحرب في أوكرانيا دفعت أسعار الأسمدة للارتفاع بواقع 50% تقريبا ونتيجة لذلك خفض المزارعون في أنحاء العالم استخدام الأسمدة قراء ارتفاع الأسعار مما يهدد بتقلص انتاجية الغذاء وتعميق الأزمة العالمية من جانبها توقع تجرو انتاليجنس المجموعة المتخصصة في بيانات وأبحاث السلع الأولية أن يؤدي ارتفاع سعار الأسمدة إلى خسارة نحو 1.8% من إجمالي الانتاج العالمي لذرة والقمح والأرز وفول الصوية في موسم محاصيل 2022-2023 اتحاد الأوروبي حذر من المزيد من الاضطرابات في انتاج الأسمدة في القارة العجوز وسط انخفاض تطفقات الغاز الروسية ومخاوف بشأن توقفها الكامل في الشتاء مما يتسبب في أجواء من الضبابية حيال العام القادم البنك الدولي قال إن ارتفاع أسعار الطاقة يعني أن أسعار الأسمدة ستظل مرتفعة للخمسة أشهر المقبلة وحتى عام فالمشهد في أوروبا يبدو مثيرا للقلق على نحو غير مسبوق إذ تعلن المزيد من الشركات عن خفض انتاج الأسمدة أو مكوناتها في ظل أزمة الغاز الجارية في القارة ولا يبدو أن المستقبل يحمل بادرة خير في هذا الشأن أما دول الأفريقية تستخدم كميات أقل من الأسمدة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم لكن تأثير ارتفاع الأسعار عليها سيكون أكبر لأن معظم الدول في القارة تعتمد على انتاج الغذاء محليا وتعتمد عدة دول في القارة على استيراد الأسمدة الروسية وبحسب بنك التنمية الأفريقي فإن القارة تفتقر إلى مليوني طن من الأسمدة مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول مستقبات تفاقم أسعار الأسمدة وتوقعات أزمة الغذاء العالمية في ظل إطراب سلاسل الإمداد شكرا على حسن المتابعة